اشتركوا في القناة اللي بيلعب بالقطع السوداء لعب كينج جي سيفن وقال لي زميله انا هنتظر ومفيش اي طريقة الابيض يستطيع ان يفوز بها في هذا الشكل حتى بعد كينج اف ثري فنلازم انتظر هنا خد بالك انك لو انتظرت بهذا الشكل بلندر علشان ذا تريكي موف روك ايتش ايت وبعد ما بياكل بيديله كش وياخد الرخ وبالتالي انت انتظارك لازم يكون كده او كده على فكرة لو الملك بتاعك موجود كمان في الاربع مربعات دول دي مربعات امنة يعني من الاخر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دي مربعات امنة للملك المشكلة في التلات مربعات دول واحد اتنين تلاتة خلينا نعملهم بالازرق دول اللي فيهم مشاكل لانك لما بتقف فيهم التريك بتاعت الرخ تتزحلى وبعدين لما تاكل قديك كش واخد الرخ بتاعتك بتبقى تريكة نجحة ولما انت تقعد تقرب بالملك انا برضو بنتظر جدير بالذكر انك ما تنتظرش بهذا الشكل يعني ما تقومش واحد انتظاري كده في الشلاحات كده ايه ابني ماينفعش لان الراجل هيمشي ويرقي فلازم تفضل واقف مرائب البيداء وبالتالي انت محتاج تفضل منتظر بالملك لحين ان يقترب ملك الابيض ويحمي البيداء بتاعه دلوقتي فيه تهديد ان الرخ تتزحلى والبيداء ما عادش ببلاش ولكن في الوقت المناسب تدي الكش وتفضل تدي كشات ان امكن لحد ما صاحبنا يسيب البيداء وما يحميهوش وترجع للانتظار بتاعك تاني اقنعهم اللاعب الاسود وهم قاعدين سوا اقنعهم بالكلام بصراحة كلام مقنع بصراحة فاحد الشباب حب يتفزلك وقام قايل انت تعرف ان لو البيداء ده في ستة مش في سبعة الشكل بيبقى ويننج فقال لهم ايوة ويننج لان الملك ده بيستخبى هنا خليك يا سيدي انتظر زي ما انت وانا هكمل وافضل انتظر وانا هكمل وافضل انتظر وانا كمل لحد ما تديني كش مثلا فانا هفضل امشي وفي الاخر بالملك ممكن استخبى ورا البيداء زي ما حصل كده دلوقتي والشكل بيبقى مكسب البيداء خلاص يترايخ من كان سمع الكلام ده وسمع ان برضه عادي ان اواليك الشكل التقليدي لهذا الشكل ان لو انت صبرت compare ومشيت وبعدين انت صبرت ثانيا وانا التقدمت وانا تقدمت وانت صبرت وانا تقدمت وانا سبرت اه وانا تقدمت دلوقتي الكاشات مش موجودة عشان بستخبها هي دي الفكرة كلها اصلا وكمان شوية هعمل كده وانزل كده وادفع البيضة والبيضة يترق مين اللي كان سامع الكلام ده مستر فينكورا مستر فينكورا او فانكورا كان قاعد على طاولة جانبية كده وقاعد كده بيسمع الكلام وقال له على فكرة حضرتك بتهبد في طريقة للدفاع عن هذا الشكل والطريقة دي متسمية باسمي ذا ذنكورا ديفينس وقال له بعد هذه النقلة كينج اف ثري روك اف وان بكيش واذا تقدمت ناحية هذا الخزن اللي انت عاوز تستخبه فيه فانا بقطعك من الصف السادس او الصف التالت حسب اللون اللي انت بتلعب بيه ولو قربت علي بافضل اطعك من اي مربع هنا يفضل يكون مربع قدام البيادة قدام الملك يعني يعرف يدي كشات من هنا علشان لما ترجع علي ارجع تاني بهذا الشكل ولما تدخل ادي الكش ولما تطلع ادي الكش ولما تستخبه ادي الكش ولما تيجي ادي الكش ترجع ادي الكش وما تعرفش تهرب ابدا مني طالما استطعت ان اصل الى هذا الصف يقوم واحد يقول له على فكرة بقى انت كلامك غلط انا مش هلعب كينج اف ثري انا هلعب كينج اف تو بس وهحاول اقرب بهذا الشكل قال له جميل بس انا مش هخليك تعدي اصلا انا هطع عليك من هنا او او من اي حتة ولما اتقرب انا هوصل لل اف سيكس جمان شوية وما تعرفش تمنعني هذا يعرف بالفانكورا ديفنس اتمنى تكون القصة دي ملهمة قصة كلها طبعا يعني من تأليف العبد لله بس يعني اتمنى القصة تلزأ في دماغك دي كانت ان هي رقم خمسة وستين والنهاية رقم ستة وستين من اه رخ وبيدة قصاد رخ تعالوا نشوف ان هي رقم سبعة وستين ان هي رقم سبعة وستين بتزعم ان هذا الشكل مكسب للابيض وهي حقيقة ولكن ده شكل نادر الحدوث لان الشكل ده بس هو اللي ماكسب ده او لو الملك الجنب التاني والبدأ ده بدأ اتش بدأ البيدأ اي لازم يكون على الاقل في اربع فايلات ما بين الملك المدافع والبدأ اللي ايه اللي بيترقه اقل من كده تعادل يعني احنا لو خدنا الرخ دي حطناها هنا والملك ده حطناها هنا تعادل ليه عم نوفل هقولك حضر علشان انت محتاج وقت تزحلق الرخ دي لحد ما توصل لهذا المربع تعملها ازاي بهذا الشكل بهذا الشكل وبهذا الشكل بيقولك ان النقلة دي ابسط والنقلة دي اصعب شوية في اللعب قصدها من ناحية الابيض لو لعب دي بمنتهى البساطة بتيجي تقف في وش الرخ فالرخة هتتزحلق هنا مثلا فانت تخرج فاتديك كيش فانت تستخبه فاتديك كيش فانت تمشي في البي سيكس وبعد ما يديك كيش تقوله يا عم سلام عليكم حتى لو ركبت البي ده هجيب وزير ولذلك النقلة بتاعت كينج دي سيكس اصعب شوية في التعامل معها من ناحية الابيض علشان تكسب نفس النقلة رك بي ايت وعليها رك اي وان الملك لازم يخرج يهدد ترقية ودلوقتي كيش ولو استخدمت المربع ده فانا بديك كيش والفكرة انك لو رجعت تاني معادش فيه بقى كينج سي فايف لان الملك واقف في دي سيكس يعني لما تديك كيش مفيش هروب بهذا الشكل ده يرجعنا الفكرة ان بعد الكيش دي ما تهربش هنا اصلا وانما تهرب في السي ايت علامة تعجب يديك كيش تمشي وبعدين يقولك هات وزير مفيش مشكلة لكن انا هديك كيش مات في واحد كيف تتعامل مع هذه المشكلة لو سمحت وقف الفيديو وفكر كيف تتعامل مش نقلة واحدة مجموعة نقلات وقف الفيديو وفكر وارجع لي هعتبر انك وقفت وفكرت وارجعت والنقلة هي الكيش وايه يعني هو الكيش دي خلاص بعدها برأي يعني بجيب وزير مش حقيقة لان لو عملت كده وانا جبت وزير طب ما انت هتديني كيش وامشي وتاكل هنا ونبقى الشكلة عادل ام ملقيتك كاللي المفروض تكون جبتها كيش تاني على الهواء لما تاكل بجيب وزير بكيش وباخد رخك يا سلام وبالتالي لو تلعب هنا كينج دي فايف مثلا دلوقتي روك اي سيكس جميلة وهجيب وزير قصبة عنك اما اذا لعب ملك ها هنا يقولون ان هذه النقلة سيئة ليه؟ علشان الكيش اللذيذة دي وبعد كينج سي سيفن صاحبنا ممكن ياكل خلاص خسارة وبالتالي في هذا الشكل افضل نقلة انك بس ترجع بالرخ وبعد ما صاحبنا يديك الكيش تمشي يديك الكيش تاني تستخبه وتجيب الوزير النقلة الجاية يا سلام لو عملنا شفت للشكل جبنا بس الملك واحدة كده والرخ كده مفيش وقت لصاحبنا انه يعمل كده وانت تقرب ويعمل كده وانت تيجي ويعمل كده مفيش وقت علشان بعد ما بستخبه انت مش عارف تخرج للأسف اي نعم ممكن تديني كيش لكن برجع ممكن تديني كيش لكن برجع والابيض مش عارف يكسب علشان فرق نقلة واحدة اوكي تعالوا نشوف النهاية الاخيرة معنا في هذا اليوم النهاية رقم 68 دي اخر نهاية في موضوع كبير بدأنا سوا رخ وبيدأ وصدرخ ان شاء الله الحلقة القادمة رخ وبيدأين وصدرخ ومش كلمة بيدأين هنا معناها ان البدأين بقى متصلين ببعض وبيجرم وبيبقوا وزراء بسهولة لا ساعات البيادئ الرجبة او البيادئ المنفصلة بيبقالها قواعد ومحتاجة الدرس كويس ان شاء الله هنعدي على هذا الموضوع بشكل تفصيلي في الحلقات القادمة اما دعونا ننهي موضوع درس اليوم النهاية رقم 68 لو الابيض اللي عليه اللعب ده مكسب سهل وبسيط الملك والرخ بيدعموا البيدأ السالك الملك المدافع مش عارف يعدي مجرد دفعة البيدأ كفيلة بان البيدأ يبقى وزير حتى لو الكش وانت استخبطت على انكسر وبجيب وزير وعادي هيدبقى معي رخ كاملة زيادة هعرف اموتك بيها المشكلة اذا كان اللعب على الاسود هنا تخيل ان الشكل ده تعادل يبدأ الموضوع بهذه الكش ولو غطيت روكسي وان روكسي وان علامة تعجب النقلة الوحيدة اللي بتتعادل وبعد دفع البيدأ كش 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 تستخبأ ولا يهمني انا هدخل بالملك بتاعي ولو انت اكلت باكل وانزلت The king is in a cage يعني الملك في افص مش عارف يخرج الا لو انت ساعدته يعني انه موضوع تاني انما احنا بنتكلم دلوقتي فان هذا الشكل تعادلي جدا فبعد هذه النقلة اعتقد لو الملك حتى حاول يهرب روكسي وان اوعى تعمل حاجة زي كده علشان بديك الكش اللذيذة وبعد ال king اتمنى ما تاكلش علشان في وزير جاي ولكن تفضل تدي كشات والامور تعادلية بحتك لا يستطيع الابيض ان ينتج شيء طبعا بعد الكشة اللذي يزد لو انت بشيت كده انا باكل ولا فيش ترقية على حاجة انت سمعت في عشر دقايق او في ربع ساعة هذه الحلقة ولكن هذا ليس كافي ان المعلومات تثبت في دماغك هترقعك حط المواقف حلل مع نفسك حلل مع صديقك الشطرنجي هتلاقوا مواقف مش فاهمينها افتحوا الانجين حللوا مع بعض اتمنى تستمتعوا بهذه السلسلة ميت نهاية شطرنجية في غاية الاهمية واشوفكم ان شاء الله الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته